أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام ومتابعي البرنامج العربي بيت للكل ونحن نخص هذه الحلقات الخاصة دعماً ومساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق والرحمة والخلود لشهداء فلسطين وخاصة هذه الأيام الصعبة التي تمر على هذا البلد العزيز نستضيف في هذه الحلقة من العراق المساند والشقيق والداعم وحقيقة المتحدة لهذه الصعوبات بدعم بالكلمة وبالموقف وبالمواقف الكبيرة التي يشهد لها التاريخ إلى الأخوة في فلسطين الدكتور عبد الكريم الزهيري الخبير في الشأن الفلسطيني والشأن الصهيوني مساء الخير دكتور ومنورنا في برنامجنا العربي بيت للكل مساء النور أهلاً وسهلاً أهبك أستاذ أحمد والشعب العربي الرائع حياك الله دكتور دكتور العنوان الأبرز اليوم نرى الأحداث تتسارع تتصاعد بشأن فلسطين وخاصة طوفان الأقصى أخذ منحة كبيرة تجاه القضية الفلسطينية نقرأ العنوان طوفان الأقصى كيف تنظر إلى المشهد في بداية الأمر طبعاً الحقيقة أنه هناك حقيقتين دامغات هناك قضية وطن أو قضية أخرى قضية استهلاكية أو تجارة بالأوطان قضية الوطن هي القضية الخالصة وهناك سيناريو جديد لتقسيم الشرق الأوسطي لأنه هناك شفرات نقراها من ضمن لقاءات لمسؤولين نتنياهو في أحد الفضائيات يتحدث يقول ستبدأ يبدأ الهجوم البر على غزة وسيكون لنا شأن في تقسيم الشرق الأوسط في بداية الحديث تحدثنا أيضاً عن قضية الأقصى مجهود كبير من قبل حماس في رعب المحتل الإسرائيلي المختصب للأراضي الفلسطينية من خلال طيران شراعي وبحري أرعب الكيان الصهيوني بالكامل وأحدث خلل في موازنة الأمور كيف تنظر إلى هذا المشهد؟ أنظر بأنه هي قضية قضية ثأرية بالنسبة قضية مصيرية بالنسبة الشعب الغزاوي لأنهم يحملون مبادئ كبيرة وعظيمة ليست هي قضية قضية استعراض وإنما هي قضية قيمية قضية مبادئ كبيرة يحملها الشعب الفلسطيني الذي ثأره على فوبيا الكيان الصهيوني بالعكس حطم صخرة الكيان الصهيوني والردع الصهيوني وحطم نظرية الأمن الصهيوني فقوتهم وعلى بساطتهم حطموا الجيش الإسرائيلي لأن الناس متمسكين بالوطن متمسكين بالتربة أنا شفت أحد المشاهد بالتلفاز بأنه طفلياً ما غادروا المكان فسألوهم أحد الإعلاميين فقالوا أن أبوهم وأمهم توفوا استشهدوا وهم باقين وصامدين في الأرض لن يرحلوا عن تلك الأرض التي ولدوا فيها هذه بلاد كنعان وهذه أرضهم وهذه مسمياتهم وهذه أعراقهم فلذلك نرى بالعكس طبعاً الجانب الصهيوني أو الجانب اليهودي أصبحت فجرة جماعية إلى الغرب ولكن أنا يعني أستعيب الإعلام العربي الضعيف الإعلام الأوروبي إعلام جداً خنقول علي صارم وقوي وحاول أن يصعد أعملية الإسرائيليين باعتبارها هولكست من قبل المنظمات العربية الفلسطينية ورفع الأعلام على المباني في أوروبا وساندوا قضية إسرائيل يعتبروها قضية مصير وقضية مشتركة يعني برأي الدكتور نحتاج اليوم إلى ماكنة إعلامية كبيرة في توثيق الأحداث ونقل الصورة الحقيقية لأبطال فلسطين في تحريرهم لأرضهم في انتماءهم لهذا الوطن في انتماءهم للأرض والحجارة هذا الحراك الذي ترك أثر على الحجر وعلى البشر في فلسطين يجب أن يكون الموقف كبير جداً تجاه الشعب الفلسطيني هناك قصور حضرتك أشارت إليه اليوم أيضاً نشاهد في بلداننا على صعيد العراق البلدان العربية هناك حراك شعبي قوي جداً مساند وداعم للقضية الفلسطينية ونحن نؤكد بأن حتى قرارات الحكومة العراقية من بدء التأسيس إلى اليوم هي رافضة لكل قضايا التطبيع لكل قضايا إسرائيل وموقفنا واضح تجاه القضية الفلسطينية بأنهم أصحاب الأرض وهم من يمتلكون القرار يعني العراقيين بصراحة أنا مو لكون يعني أنا عراقي أنه أصعد من موقف العراق ولكن عندنا السادة والعلماء من ضمنهم السيد الصدر طبعا قدس الله سره يعني الرجل بادر مبادرة فلكية يعني أنا أعتبرها ملايين من الشباب توافدوا لصاحة التحرير بحيث ترى الناس يعني على مد البصر وسمي بطوفان بغداد اتجاها يعني مناصفة أو نصرة إلى طوفان الأقصى نصرة للوقوف مع الأقصى ويهتفون اخذون الآن للأقصى هذا الشعب يعني شعب جاد والساسة فعلا يعني السياسي العراق فيهم بذرات بعض طبعا الأكثرية ومن ضمنهم رئيس الوزراء بصراحة وقف موقف مشرف وكذلك السيد الصدر وكثير من العلماء وتمرجعية النجف أشارت لقضية فلسطين بأني أشارت على هذه القضية والوقوف يعني بحزم لطرد المحتل من هذه الأراضي وهم فعلا على إهبة استعداد حقيقة هذه نعم هذه المشاعر الشعبية القوية وظفوها في مسار ووظفوها في كرنبال رائع جدا وهذا هو العراقي المتعارف على مدى العصور بأنه هو وقوفه مع الحق ودعم المستضعف في الأرض وأيضا نتحدث عن جانب آخر اليوم نشاهد مظاهر قتل وترويع وتدمير مدن بالكاملة في غزة من أجل رعاب الآخر وين اتجاهات منظمات العالمية منظمات حقوق الإنسان التي نشاهدها تنشر لمقاطع قطة عالقة أو أجل الله السامع كلب معين ولا نشاهد بأن يرفلها جفن تجاه أطفال ونساء وشيوخ وناس عزل في منازلهم في تدمير هذه المناطق أين المواقف العالمية من هذا للأسف مثل ما تفضلت أن الإعلام ضعيف جدا هناك أقوال يصدرون أقوال ولكن ندعو إلى الأفعال إلى الموقف الصارم وأنا أشكل على الجامعة العربية للأسف يعني لحد الآن لم يأخذ موقف صريح تجاه تلك القضية وأطفالنا ونسائنا تقتل بدم حار مبارد يقتلونهم ويسبوهم والعرب وهناك كثير من المواطنين طبعا النساء وغيرها على وسائل الإعلام تنادي وتصرخ بأنه العرب وين العرب ماتوا للأسف يعني السياسات العربية وينها المفروض نقف بوقفة رجل واحد وندافع عن هؤلاء لأنهم جزء من كياننا العربي وجزء من نسيجنا وبايولوجيا ونفسيا وروحيا هؤلاء عرب وهؤلاء من ضمن سلالتنا فللأسف تركهم هو إساءة للنسب وإساءة للدين هذا الحديث ذو شجون لدينا ونحن نشعر بالألم ونشعر بالحسرة تجاه الدماء التي نزفت على أرض والتي أريقت على أرض فلسطيني المباركة من أطفال ونساء ورجال لو أتيحت لك الفرصة من خلال عدسة هذه الكاميرا بأن تتحدث بكلمات إلى أخواننا وشركائنا في الأوطان الشعب الفلسطيني الشقيق ماذا يمكن أن تقول أقول دم لا يكفي أقول أصبروا وصابروا وثابروا في الدفاع عن تلك الأرض هذه الوقفة المشرفة غيرت المقاومة غيرت النظرية وغيرت كل المفاهيم والرؤى حول أن العرب لا يستمكانون ولا يندحرون هذا نموذج ومثال رائع للبطولة والبسالة والدين والشرف والأخلاق لقد دوخوا العالم أنا أشكر أشكر كل غزاوي وكل فلسطيني بحيث تضافروا مع بعض السياسات لها دخل بالشعوب الشعوب توحدت الآن وهذه رسالة للوطن العربي بأن المقاومة كفيلة بأن تعيد الصلة بالوطن العربي كشعب واحد لا يتحر يا رب الدكتور عبد الكريم الزهري الباحث في الشأن الفلسطيني والشأن الصهيوني كنت ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل من خلال أربع شاشات القناة العراقية والقناة المصرية والأردنية والقناة الفلسطينية التي اليوم نحن نقف موقف رجل واحد تجاه القضية الفلسطينية ومع أصحاب الأرض نورتنا الله يخليك وكلمة أخيرة طبعا تسمح لي سلامي وتحياتي كل أهلنا بالوطن العربي وأكون طبعا جدا ممنون من أخواننا الأعزاء اللي شاركوك بهذا بيت للكل في هذا البرنامج الرائع وتحياتي إلى أهلي في الوطن العربي الكبير شكرا لك دكتور أهلا شكرا لك زملائي هذا كان هو مشهد الحوار من العراق المساند إلى القضية الفلسطينية القضية الكبرى لدينا حقيقة دائما الأمنيات واحدة بأن تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق بتحرير أرضه من العدو الإسرائيلي المختصب لهذه الأرض المباركة وبدماء شهدائها من أبنائها وأبطالها وبسواعد أبنائها إن شاء الله تتحرر هذه الأرض إذا مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل برنامجنا العربي بيت للكل